مرحبا جميعا انا نتعلم في هذا الفيديو أتضع عن كيف نسكت بمسكتة حيث أننا نمع حبيث كم الأمور حبيث هو الموضوع حبيث هو مالهواية حبيثي هو ميزيك وارتنى التلفية في عمل الإنطار هدا كثما هدا هو العنوان ديال علاش غانها تحب في التكست هذا كتما طبق سنتز وإذا بخصنا نشرحه وخصنا details أو أفكار الفرعية أفكار الفرعية أو أفكار الفرعية أو أفكار الفرعية أستمع الموسيقى عندما أذهب إلى المدرسة أستمع الموسيقى عندما أذهب إلى المدرسة أو أخرج وحدي الموسيقى هي أفكار الفرعية الموسيقى هي أحسن صديق بالنسبة لي تسرس و تسرس تسرس و تسرس تسرس و تسرس تسرس أيضا أيضا نقوم بإستعمل أدتك أيضا الموسيقى تساعدني أيضا على أنسى مشاكلي وأعراقي ديلي الموسيقى تجعلني دائما أكتب ناشيط فرحا مرة أخرى أيضا خصوصا عندما أستمع للأغاية الإنجليزية هذه الطريقة تحسن نطق لي وأحصل على فرص جديد من الكلمات عبر الاستماع للموسيقى مرة أخرى تساعدني أيضا للموسيقى هنا سوف نبدأ في كرة أخرى كنت أحضر على موسيقى مشاهدة التلفز كل مرة أخرى تساعدني أيضا للموسيقى كل مرة أخرى تساعدني أيضا للموسيقى لكي نعرف الأخبار وما يحدث في كل أنحاء العالم والقناوات المفضلة من ديلي هم الجزيرة والأرابية أيضا أحري أن أرى العقاة الرحمة التي أعطي دروسة الدولية عن الدين الإسلامي وعن الاجبات المسلمين أيضا أحب أن أرى وشاهد قناة الرحمة التي أعطي دروسة الدروس عن الدين الإسلامي وعن الواجبات المسلمين تساعدني على ماذا تعود تعود على الرحمة قناة تساعدني أن أفهم مجموعة من الأشياء عن الإسلام عن الإسلام التي لم أكن أعرفها من قبل أنا بعض الأحيان أحيان أشاهد أفلام which are indicative beneficial and suitable for me أنا بعض الأحيان أحيان أشاهد أفلام اللي هي إدكاتيف يعني طربوية beneficial مفيدة and suitable for me ومناسبة للي أما أضافة إلى ذلك بالإضافة إلا ذلك I use the internet more than anything else أنا أستعمل الأنترنت أكثر من أي شيء آخر else يعني آخر because you can find all what you want there لحقاش تقدر تجبر كل ما تريد هناك sometimes بعض الأحيان there is no need to switch on the TV بعض الأحيان ليس هناك داعي أو حاجة لكي تشعل التفاس I just read the news on the internet أنا فقط أقرأ الأخبار على الإنترنت موضع أكثر من ذلك I use the internet when I want to chat with my friends or to speak with my family أكثر من ذلك أنا أستعمل الإنترنت when I want عندما أريد أن أدردش with my friends or to speak with my family أو أتكلم مع عائلتي nowadays the internet becomes the best means of communication nowadays في عصرنا الحالي في يومنا هذا the internet becomes أصبح the best means أحسن وسيلة of communication the best means of communication أحسن وسيلة للتواصل that's why هاد شعلش that's why I prefer to use it more than anything else هاد شعلش كنستملو هاد شعلش كنفضل استملو أكثر من أي شيء آخر إذن هذه كانت فكرة هذه كانت فقرة بسيطة على كيفاش نكتبو باش تحولوا دايما وركزوا على هالطوبيك سنتز so thank you very much for your watching if you have any questions try to